أهلا بك شيخ رائد إذن يعني مطالب البصرة بدأت تأخذ منحا تصاعديا وصلت إلى المطالبة بإقالة قائد العمليات وربما الرسالة كانت واضحة تلك التي جاءت على لسان السيد جاسم الشحماني للقوات الأمنية إن كانوا من أبناء محافظة البصرة أو من بقية المحافظات الأخرى التظاهرات السلمية المتظاهرون حريصون على سلميتها حريصون أن تبقى تلك التظاهرات يعني بيضاء والمطالب ربما ليست مطالب البصرة لوحدها إنما مطالب بقية المحافظات الأخرى تفضل بسم الله الرحمن الرحيم أولا أحييك وأحيي ضيفيك وجميع مشاهديكم أهلا بك بالنسبة ما يحدث الآن في الساحة البصرية هي عبارة عن معانات وهذه المعانات أدت إلى انفجار الشارع البصري وهذا ما يتحمله محافظ البصرة ومجلس محاصصة البصرة وليس محافظة البصرة وتتحمل مسؤوليته الحكومة الاتحادية بصورة عامة لأنه الحقيقة الكثير من المظاهرات والكثير من المؤتمرات وأوصلنا رسائل كثيرة أنه توجد معانات لهذه المحافظة توجد بطالة لهذه المحافظة كثرة الانقطاع التيار الكهربائي إضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة إضافة إلى ارتفاع نسبة المد الملحي لأنه اليوم الحقيقة المياه أنا أعتقد يجل السامع أنه الحيوان ما يستطيع أن يواجه هذه الملوحة المياه فكيف بكم والإنسان والطفل والمرأة والشيبة الرجل الكبير إضافة إلى تلك المعاناة فجرت الشارع البصري بسبب الحكومة الاتحادية وبسبب فشل إدارة الدولة من قبل الحكومة الاتحادية وبسبب سكوت محافظة البصرة ومجلس المحافظة بصورة عامة التي إلى الآن يقفون مكتوفي الأيدي لا توجد هناك حلول جذرية لهذه المحافظة وأبن البصرة ينظر إلى هذه المحافظة تخرج منها مليارات الدولارات تغذي العراق بصورة عامة بما في مقليم كردستان له نسبة من هذه المحافظة وأبن البصرة هيمن عليه الظلم والجور والفقر فكيف ترون أنه ماذا يصنع ابن البصرة عندما يخرج في تظاهرات وهذه التظاهرات هي التي الحقيقة أخرجته سبب آلامه ومعاناته وتراكم الأزمات عليه فأخرج أنه مظاهرات سلمية يطالب بحقوقه وإيصال للحقيقة صرت خط الظلم الذي وقع عليه من حكومة الاتحادية والحكومة المحلية لكن نتفاجأ أنه هناك عنف من الأجهزة الأمنية تواجه المتظاهرين علما أن المتظاهرين يخرجون بصورة سلمية لكن من يتحمل المسؤولية هو قائد عمليات البصرة لأنه الحقيقة إلى الآن لم يؤدي دوره بصورة صحيحة وحسب اعتقادي يجب أن يكون الحقيقة تسليمة إلى القضاء بسبب اتهام هذه المظاهرات السلمية بمظاهرات مسلحة وهذا غير صحيح يجب أن يحاسب على ما يقول هذا الشخص وهو قائد عمليات البصرة هناك قتال عشاري فيما بينهم وقائد عمليات البصرة لم يؤدي دوره ولم الحقيقة يكون له نزول ميدانيا إنما يدور البصرة شكليا فهناك فشل في إدارة الدولة من قبل الحكومة المحلية إضافة هناك فشل في إدارة الدولة بصورة عامة من قبل الحكومة الاتحادية وعدم التطبيق وحلول المعاناة التي يعاني منها أبناء البصرة فأدى الوضع إلى ما عليه نحن نطالب وما زلنا نطالب إنه لدينا معاناة ولدينا مطالب يجب على الحكومة أن تضح حلول جذرية لهذه المحافظة هذه المحافظة هي تقريبا على ذكر الحلول إذا ما قرناها هي ثالث أغنى محافظة بالعالم لليوم أصبحت أفقر محافظة بالعالم من قبل سوء الإدارة وأنا أعتقد هو اليوم النظام البرلماني بما أنه انتهت ولايته والحكومة تصريب أعمال اليوم الحقيقة أثبت فشله فشلا ذريع يجب أن يغير هذا النظام لأنه نظام الحقيقة فاسد وفاشل وأدى إلى انهيار مؤسسات الدولة بالكامل فلا يمكن أنه اليوم أصدق بهذه الوعودة التي تطلقها الحكومة الاتحادية والشيء يطلقها